اعتمدت إمارة أبوظبي مبادرة طموحة الأسبوع الماضي لتحويل السيارات العاملة على البنزين والديزل لتستخدم الغاز الطبيعي المضغوط بدلا منه لسيما وأن الإمارات قد حررت أسعار الوقود بداية الشهر الحالي ليرتفع في شهر أغسطس البنزين بنحو 24% في حين تراجع سهر الديزل بنحو 29% نتحدث عن شهر أغسطس لنطلعكم أولا على تفاصيل هذه المبادرة الطموحة أبوظبي تسعى لإنشاء 84 محطة توزيع مختصة بتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط في خمس سنوات على الشكل التالي 22 محطة هذا العام و28 محطة في عام 2016 و34 محطة بين عامي 2017 و2020 نتائج هذه المبادرة ستنعكس على الدولة وعلى الأفراد والبيئة على حد سواء فالدولة ستستطيع توفير المشتقات من البنزين والديزل وتصديرها في مقابل استخدام الغاز الطبيعي المتوفر في الإمارات أما بالنسبة للبيئة فتحول السيارة إلى الغاز يخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29% كما أن تحويل ألف سيارة على الغاز يعادل الحفاظ على أكثر من 22 ألف شجرة أما الأفراد فسوف يوفرون مثلا 30 درهما عندما يسافرون بالسيارة من دبي إلى أبوظبي ولكن ماذا عن تكلفة تحويل السيارة من البنزين أو الديزل إلى الغاز تقول الدراسة أن تحويل السيارة الصغيرة ذات الأربع أسطوانات تكلف نحو 6000 درهم أي نحو 1600 دولار فقط ويمكن استرداد هذه التكلفة في فترة ما بين ستة أشهر وسنة وذلك بحسب فترات القيادة نتيجة التوفير في الوقود أما السيارة الكبيرة ذات ثمانية أسطوانات فيكلف تحويلها ثمانية ألاف درهم وستوفر أدنك خمس ورش لتحويل سيارات الراغبين بذلك أما عن الانتشار العالمي فيكفي أن نعرف شعبية السيارات العاملة على الغاز من خلال الأرقام التالية 15 مليون سيارة في العالم تعمل على الغاز حاليا تتزود بالوقود عن طريق 20 ألف محطة متواجدة في 84 دولة مختلفة